موسيقى مساء الخيرات قصتنا لليوم غريبة ومميزة غريبة لأنه فيها أكثر من ضحية وأكثر من جاني كل واحد فيهم بالنسبة للجناء له دافع نفسي مختلف عن الآخر بالنسبة للضحايا فبينهم علاقة غريبة من نوعها هي علاقة تعتبر خارجة عن المألوف أيضا بعتبرها مميزة لأنها حديثا صارت تقريبا في العام 2015 ورح نسمع تفاصيل قصتنا لكن كالعادة بعد الفاصل القصير اللي خلاله رح أذكركم ما تنسوني بلايك اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم أي فيديو جديد وإذا ممكن تعليق بسيط بالإضافة لشير لبعض الفيديوهات اللي ممكن تكون عجبتكم أو رابط القناة تنشروا ليا من خلال وسائل التواصل المختلفة هالشي بساعدني إن شاء الله على انتشار القناة القصة صارت بتاريخ 4 إلى 5 أكتوبر يعني كانت العملية خلال الليل وصارت في مدينة بسموها لوثيان من مدن ميريلاند وهاي القصة بتبدأ باتصال من سيدة من السيدات على 9-1-1 هلا الاتصال بيكون جدا مثير للشك لأنه هاي السيدة بتخبر عن وفاة زوجها لكن طريقتها في التحدث مع الموظف على 9-1-1 بتكون غريبة لأنها بتكون هادية لأبعد حد بتكون كأنها بتحكي قصة ومن خلال هاي القصة بتذكر فكرة إنه زوجها ممكن يكون مقتول وموجود على سريره اسمعوا المكالمة بتحكي أنا مضيت اليوم مع أولادي أقضي بعض الأعمال أخدت واحد منهم على الدنتست واللي هو طبيب الأسنان وبعدين أخدت بنتي الثانية حتى نروح ونتسوق وبعد هيك رجعت على البيت على أساس أخد زوجي عنده موعد للطبيب يعني هي بتسرد قصة زي ما حكيت لكن لما وصلت هناك حصلته موجود على السرير وفيه بجانبه مسدس لما تسألها موظفة 9-1-1 إنه هل ممكن يكون هو أطلق النار على نفسه بتحكي لها أنا ما بعرف بتكون في قمة هدوءها على طول بتتحرك دورية من رجال الشرطة وأكيد سيارة أسعاف للمكان ولما يوصلوا بيحصلوا الزوج موجود على سريره وفعلا واضح أنه في طلقة واحدة أطلقت عليه على منطقة الرأس لما يوصلوا رجال الشرطة أصلا هي بتكون ما زالت على التليفون مع 9-1-1 وبتكون مفاجئة البيت من الخارج جميل بكل معنى الكلمة لكن لما يدخلوا داخل البيت واضح أنه هو يعني في وضع سيء في قمامة في كل مكان الأشياء منتشرة الملابس البيت في وضع أكثر من سيء المتصلة هي سيدة اسمها آن أنستازيا وهي واضح عليها أنها إنسانة متماسكة خجولة لكن غريب موقفها مش مهتمة أبدا بفكرة أنه زوجها مقتول الزوج واللي اسمه آنتيني آنستازي وعمره تقريبا أربعين عام موجود على سريره وبالغرب منه مسدس إعيار 45 البداية كان شكوك رجال الشرطة أنه الموضوع موضوع انتحار لأنه مكان دخول الرصاصة في حريق دليل على أو مكان محترق دليل على أنه تم إطلاق الرصاص من منطقة قريبة جدا أثناء الكشف على الجثة الزوجة بتبدأ تحكي بعض التفاصيل زي مثلا أنه هي لما رجعت بعد ما وصلت أولادها الكبار على المدرسة وأخذت واحدة ثانية على طبيب الأسنان زي ما حكيت وتسوقت بع بنتها اللي عمرها 13 عام رجعت على البيت طبعا بنتها على أساس أنه كانت مريضة بها اليوم وما راحت على المدرسة تكمل هاي الزوج وبتحكي أنه زوجها بالفترة الأخيرة كان مكتئب جدا كان عنده عدة إصابات في منطقة الظهر لهيك أصلا ما كان يشتغل بسبب هاي الإصابات لما بدوا يسألوها مين اللي بعيش معها في البيت حكيت أنه هم أولادها بالمناسبة هم خمسة وكلهم موجودين تقريبا في المدرسة هلا اللي بصير أنه فجأة بتتذكر بتحكي أنه آه في عنا حد تاني بعيش معنا لكن موجود في الباسمنت وهي بنت عمرها خمسة وعشرين عام واسمها جاكلين ريتس جاكلين هاي فتاة شابة زي ما حكيت في العشرينات من عمرها حظها سيء جدا في هالحياة ويبدو أنه صار بينها وبين أنتوني أنستازي نوع من العلاقة في البداية كانت يمكن يكون بالنسبة لها والد بعد هيك تطورت العلاقة وبدأت تصير علاقة عاطفية هلا لما سألوها إذا كانت هي موجودة في المنزل أو لا بتحكي لهم ما بعرف لأني أصلا اليوم ما شفتها نهائيا على طول بيتحرك رجال الشرطة للباسمنت واللي هي التسوية حتى يشوفوا هالسيدة واللي هي جاكلين لكن قبل ما ينزلوا على الباسمنت بتحكي لهم معلومة مهمة واللي هي آن أنه في الليلة الماضية صار بينها وبين زوجي واللي هو أنتوني خلاف واضح أنه كان صوتهم عالي وفي صراخ في المكان بعد هيك هو رجع على غرفة النوم اللي هي الماستر بيدروم اللي بعيش فيها أو بينام فيها هو وزوجته لما شافها لزوجته حكى لها أنه خدي أغراضك وترك الغرفة خدي القطط معاك وروحي نامي في غرفة الأولاد بتحكي واضح أنه كان هو منزعج ويبدو أنه متوتر ولما ينزل رجال الشرطة على هالدرجة المظلمة المؤدي للباسمنت لما يوصلوا هناك بيحصلوا منظر مخيف 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 في وسط الغرفة بتكون سجادة مليئة بالدماء وعليها جثة جاكلين واضح أنه هي تعرضت لكمية كبيرة من الطعنات في كافة أنحاء جسمها إيديها الظهر البطن كل شيء ممكن يخطر على بالكم حتى الأقدام فيها عدة طعنات تقريباً 42 طعنا الدم منتشر في كل مكان على السجادة على الأرض على الحائط يبدو أنها هي كانت تتحاول تدافع عن نفسها لأنه في جروح تدل على أنه على منطقة الإيد تدل على أنها حاولت أنها تقاوم الشخص اللي اعتدى عليها اللي بضيف للموضوع نوع من الرعب هو أنه كان في موسيقى شغالة داخل الباسمنت وكأنه مشهد من مشاهد أفلام الرعب ولما يفتشوا مسرح الجريمة في الباسمنت بنتبهوا لشيء مهم جداً واللي هو أنه الباب الخارجي لهاي الباسمنت مقفل الشبابيك مقفلة ما في دليل على أنه الشخص اللي قتلها خرج بطريقة من نفس الباسمنت هو أكيد صعد أعلى الدرج وبعد هيك اختفى على الأغلب هم يفكروا بطريقة أنه الزوج قتل هاي البنت اللي هي تعتبر عشيقته وبعد هيك راح للطابق الثاني وانتحر بسموها هاي الشغلة ميردر سويسادي يعني أول شي بيقتل وبعدين بينتحر لكن لما بتم تشريح الجثة بتوصلهم معلومة خطيرة جداً واللي هي أنه الرصاصة اللي قتل فيها الزوج هي ما زالت داخل الرأس لما يستخرجوها ويقارنوها مع المسدس اللي كان موجود بجانبه ما بتكون مطابقة وهون بنقلب التحقيق رأساً على عقب إذن المسدس الموجود بجانب أنتوني مش هو المسدس اللي تم في عملية الانتحار وهالشي غريب جداً فكروا بطريقة أنه يمكن نفس المسدس لكن الرصاصات عيار مختلف لما حاولوا يستخدموا هاي الرصاصات في المسدس اللي هو 45 كليبر أبداً ما نجحت العملية دليل على أنه فيه مسدس آخر هو اللي تم استخدامه في قتل أنتوني ووضع هالمسدس بجانبه حتى تبدو العملية عملية انتحار أكيد هنا بده يتغير التحقيق من موضوع جريمة انتحار قتل وانتحار إلى موضوع جريمة قتل في أشخاص آخرين متورطين فيها بتم استدعاء الزوجة واللي هي بالإضافة لبنتها اللي عمرها 13 عام لمركز الشرطة حتى يحكوا عن اللي صار فيها اليوم أو صباحها اليوم المخيف الآن واللي عمرها 42 عام بتبدأ تحكي في موضوع أنه زوجها كان يعنفها وكان يضربها وأنه في مرة من المرات هددها بقتلها في مسدس قبل شهرين تقريباً وبتكمل وبتحكي أنه هي كانت تخاف تخبر الأشخاص والمحيطين والرجال الشرطة عن موضوع التعنيف لأنه كان يهددها في حالة عملت هيك فهو رح يقتلها وأيضاً يقتل الشخص اللي هي بتخبره هاي المعلومات في المقابل الأولاد رسموا صورة مختلفة لوالدهم الأولاد كان أعمارهم بين 7 و 17 عام بالمناسبة رسموا صورة مختلفة لوالدهم أنه كان إنسان لطيف يحبهم يعاملهم بطريقة جيدة لكن استنتج المحققين أنه في علاقة سيئة بين الثلاث أشخاص اللي هم الوالد البنت اللي اسمها جاكلين والموجودة في الباسمنت بالإضافة للزوجة واللي هي آن العلاقة بدت بين هالثلاث أشخاص أثناء وجودهم في ميتشيغان اللي هم آن وآنتوني وجاكلين هي كانت ثلاثية علاقة ثلاثية في الأمور الحميمية وبتحكي الزوجة أنه هي بعد مرة واحدة من هاي العلاقات خلاص بدت ترفضها مع أنه مصادر أخرى بتحكي لا هي استمرت في هاي العلاقة لفترة المهم أنه لما قرروا يروحوا على ميرلاند ويتركوا ميتشيغان هنا الزوجة طلبت من زوجها أنه خلاص يستغني عن جاكلين لكن هو رفض وحكى لها أنه رح تيجي معنا وأنه إذا أنت مش عاجبك الوضع بإمكانك أنك تتركي المنزل آن بتوصل لمرحلة أنه العلاقة خلاص صارت بين زوجها وهاي البنت واللي هي جاكلين وهي صارت خارج العلاقة تماما هي مجرد أم لأطفالها داخل المنزل على الأغلب هو كان يمضي معظم وقته في الباسمنت مع هاي البنت لما سألوها رجال الشرطة ليش ما واجهت زوجها بهالموضوع بتحكي أنه هي واجهته وفي النهاية طلب منها أنها تترك المنزل زي ما حكيت وآن بتحكي أنا ما عندي استعداد نهائيا أني أترك أطفالي بهالوضع لهي قررت أستمر في علاقتي مع هالزوج لكن زي ما حكيت هم تقريبا منفصلين لما يسألوها إذا كانت اضغار من طبيعة هالعلاقة بتنفي تماما وبتحكي أنه أنا كنت أطلب منه إذا أنت بدك إياها خلاص أترك البيت أنت وهي لكن هو كان يرفض بس هي ما عندها غيرة أبدا من هالموضوع بيبدأ التحقيق مع البنت وهون الأمور بتختلف لكن قبل ما أحكي في موضوع تحقيق البنت خليني أحكي لكم شو طلبوا منها وكانت مستعدة أنها تقدم طلبوا أنهم يفحصوا ملابسها على أساس يشوفوا أثار البرود طلبوا أنه ياخدوا عينات DNA ما كان عندها مانع نهائيا حتى أنها تعمل فحص كذب وما كان عندها أي مشكلة وكانت هادية إلى حد كبير حتى أنهم طلبوا جهاز تليفونها أو الموبايل وما كان عندها مشكلة سلمتهم وبدأت تعمل فحص الكذب هلأ نروح للتحقيق اللي مع البنت واللي هي عمرها 13 عام وكان اسمها سارة بالمناسبة لما يبدو التحقيق مع سارة الوضع بيكون مختلف واضح أنه هي متأثرة جداً لوفاة والدها في كمية من الضغط في كمية من الخوف أيضاً حاولت تهرب من المبنى دليل على أنه هي فعلاً في حال سيئة لما يبدو يحققوا معها بتبدأ تتضح الأمور بشكل واضح من خلال التحقيق بيستنتجوا أنه سارة في فترة من الفترات سمعت نوع من الحديث بين والدها وصديقته أو عشيقته واللي هي جاكلين هالحديث يدل على أنه هم بيخططوا يكون عندهم بيبي مع سوا وممكن يكون هشي آثار غيرت هاي البنت لأنه علاقتها جداً مميزة بوالدها وكان فعلاً دليل على ذلك أنه وجدوا زي شريحة في البيسمان تدل على أنه هاي السيدة في فترة من الفترات عملت فحص من فحوص الحمل لما تبدأ شكوك المحققين بيطلبوا منها جهاز الموبايل وما بيكون عندها مانع البنت بتقدمه وهون بيبدو يتبعوا بعض المسيجات والمكالمات الغريبة بين الأم والبنت بالإضافة لشخص آخر خلال هاي الفترة بيرجعوا بيستدعو الأم وبيخبروها بنتائج المختبر واللي تثبت أنه ملابسها عليها آثار بارود بالإضافة لأنها فشلت في فحص الكذب ردة فعلها بتكون غير عادية واللي هي أنه كلامكم غريب جداً أيضاً بيواجهوها بمكالمة صارت في ليلة حدوث الجريمة تقريباً بينها وبين بنتها استمرت لمدة عشر دقائق هي بتحاول تظهر الموضوع أنه يمكن كانت ميس كول يعني أو خطأ في الرقم لكن بيحكي لها لا هي كانت مكالمة طويلة على مدى عشر دقائق وأنه هاي المكالمة أبداً من الصدفة وكأنهم كانوا يرتبوا لجريمة القتل في هالعشر دقائق ومن خلال المسيجات الموجودة في جهاز الموبايل الخاص في هاي البنت واللي هي سارة بيعرفوا أنه كان في مؤامرة بين الأم ووالدتها حتى يتخلصوا من الوالد اللي هو المعتدي بالإضافة طبعاً هم بيحكوا عنه معتدي بالإضافة للتخلص من السيدة واللي هي جاكلين اللي هي دمرت عائلتهم حسب الكلام اللي بين آن وبنتها سارة لا وهم ما نفذوا خطتهم لحالهم استعانوا بأحد الأشخاص واللي كان عمره 18 عام اسمه جابرييل سترس واللي بيكون صديقها للبنت سارة جابرييل هو من منطقة أنابوليس عاش هناك في فترة من الفترات مع عائلة بنته وبعد هيك لما صار عمره تقريباً في الهاي سكول ترك عائلته وراح يعيش مع جده وكان يعاني من مشكلة خطيرة جداً واللي هي إنه ما عنده اسرة تحتوي فالمحققين وصلوا لنتيجة إنه ممكن هاي السيدة اللي هي آن أقنعته بإنه هي راح تحتوي هي وبنتها وراح ينتقل للعيش معهم في المنزل وفعلاً ثبت هالكلام من خلال المسيجات إنه هم أو الوالد بالذات تلاعبت فيه وحاولت تقنعه بهاي الفكرة بحسب كلام المحققين واستنتاجاتهم فهالأم واللي هي آن استطاعت توصل فكرة لغابريل إنه زوجها بالإضافة للبنت واللي هي جاكلن هدولا أشخاص أبي يوسف يعني كانوا يعنفوهم لهيك من المفروض إنك تقتلهم وبعد هيك راح تنتقل وتعيش عنا في البيت ونعيش أسره سعيدة في واحدة من هاي المسيجات اللي بيرسلها جابريل لصديقته بيحكي فيها إنه أنا راح أذبح البنت وأقتل الأب دليل على إنه فعلاً هم حتى الطريقة القتل اتفقوا عليها وخلينا نيجي هلل الترتيبات اللي كانت في ليلة الجريمة لما عرفوا بهاي المسيجات عطول بتم اعتقاله لجابريل وبتفاجأوا بأنه بيكون واضح إنه هو حزين مستاء ويشعر بالذنب وما بيحاول أصلاً يخفي أي معلومة وبيقدم لهم تفاصيل كبيرة عن الموضوع بيحكي فيها في النهاية إنه اللي تلاعب فيه هي آن وأجبروا على تنفيذ الجريمة في ليلة الجريمة آن مع بنت هسارة بيروحوا لعند جابريل سترس وبياخدوه من المكان اللي كان يعيش فيه وبيتركوه في الباكيارد اللي هو الساحة الخلفية مختبئ حتى يتأكد إنه الجميع ناموا لما يناموا بيدخل على المطبخ وهناك بيقابل آن واللي على طول بتعطيه مسدس آن بتسلم جابريل مسدس عيار 380 في المقابل هو بيكون معه سكين أول شي بيعمله إنه بيدخل على البيسمنت وبيبدأ يطعن جاكلين وبتأكد تماما إنه هي توفت بيطعنها تقريبا 42 طعنة بعد ما يخلص من جاكلين بيطلع على الطابق العلوي بيطلق رصاصة على الوالد وبيأخذ المسدس اللي بإيده وبيغادر المكان اللي بيوصلوا على المكان اللي أخدوه منه هو صديقته واللي عمرها 13 عام في الجانب الآخر من المنزل كانت الوالدة تحاول تأثر على المسدس واتضعه بجانب زوجها على أساس إنه عملية انتحار وما كانت عارفة إنه هو أخذ المسدس معه أخذت المسدس الآخر ووضعته بجانبه على أساس إنه الموضوع زي ما حكيت موضوع انتحار في صباح اليوم التالي التنتين صحيوا من نومهم أخذوا شوار لبسوا ملابسهم تناولوا طعام الإفطار وبعد هيك تركوا المنزل وأكيد بتم اعتقال ثلاث أشخاص وبتوجه إلهم تهمة القتل من الدرجة الأولى طبعا جريمتين قتل لكن هم متأكدين إنه المخطط الرئيسي للموضوع كله هي الوالدة بالنسبة للبنت واللي هي سارة فتم الحكم عليها بأنها تكون موجودة في مكان إصلاحية اللي هو بيكونوا فيه المراهقين وهي ممكن يطلق صراحة لما يكون عمرها 21 عام بالنسبة لقابريال سترس واللي كان عمره 18 عام يعني يعتبر شخص بالغ فحكم عليه بالسجن مدى الحياة مرتين بالإضافة لستين عام لكن الستين عام تم تعليقها في النهاية فهو يحكم عليه بالسجن مدى الحياة لمرتين بالنسبة للأم فهي رفضت تماما إنها تعترف بذنبها وما رديت بأي اتفاق مع المدع العام وفكرت إنه تجرب حظها مع هيئة المحلفين خلال فترة وجودها في السجن والمحاكمات بتحكي مكالمة هاتفية مع أحد الأشخاص في الخارج وخلال هاي المحاكمة بسذاجتها بتحكي بطريقة تدل على إنه هي فعلا عندها الدافع لقتل زوجها بالإضافة لجاكلين واللي هي الصديقة على طول المدع العام بياخد هاي المكالمة المسجلة وبيواجه فيها محام الدفاع اللي بيبدأ يحاول يقنعها إنه تعقد اتفاق مع المدع العام من خلال المكالمة بتحكي بطريقة سيئة عن الاثنين وإنه أفضل إلو أنه ما يكون موجود في هاي الدنيا وجاب معه هاي الإنسان السيئة على بيتي وكان متوقع إنه الأمور تسير بشكل جيد يعني كأنها هي وضعت فعلا عندها دافع لقت إلى الشخصين في النهاية وبعد مواجهتها قررت إنها تعقد اتفاق مع المدعي العام محام الدفاع حاول يظهر شخصية الزوجة آن بإنها هي سيدة طعيفة كانت دايما تحس إنه حياتها في خطر لأنه زوجها انفهمها إنه هو إله علاقة في عصابة من عصابات الدراجات وإنه ممكن يؤذيها ويؤذي أفراد عائلتها إذا هي حاولت إنها اتخالف أوامره أو ترفض أي شي هو بيطلبه منها بدل المحامي يحاول يعطي أمسرة أو أدلة على إنه فعلا كان هالزوج يعنفها زي مثلا إنه في مرة من المرات حبسها خارج المنزل أثناء عاصفة ثلجية وفي مرة ثانية بعتها على فلوريدا وجمع أطفاله وبدأ يناقشهم ويطلب منهم إنهم يصوتوا هل يرجعوها على البيت أو لا يعني تصويت هل والدتهم ترجع تعيش معهم أو لا من الأدلة اللي بسوقها محامي الدفاع على إنه هي إنساني كانت مظلومة إنه كان في عندها مبلغ مالي يقدر بمليان دولار وهو صرف جميع المبلغ على حاجاته الخاصة وكان دايما يطلب منها إنه تطلب الأموال من أفراد عائلتها ويصرفها على نفسه في مرة من المرات اشترى موتربايك واللي هو دراجة نارية مرة أخرى اشترى شاشة كبيرة دليل على إنه هو كان مسيطر عليها حتى في الأمور المادية في النهاية النتيجة اللي بدي يوصل إلها المحامي إنه هاي السيدة على مدى عشرين عام كانت تتعاني مع زوجها وطرح فكرة غريبة أنا بالنسبة إلي واللي هي إنه يتم خصم هالعشرين عام من فترة سجنها لأنه هي أصلا كانت في السجن خلال الزواج والنتيجة اللي بيوصلوا إلها إنه يحكم عليها بالسجن مدى الحياة لمرتين وهيك بتمضي تقريباً الستين عام القادمة داخل السجن هلا في نقطة مهمة بيحكوا فيها المحللين والناس المحيطين بأنه هي ما أظهرت نوع من الأسف على الشي اللي عملته مع إنها هي المخطط الرئيسي بعكس جابريال اللي نفذ الجرائم فكان عنده شعور بالذنب غير عادي إحنا خلصنا قصتنا بالنسبة للناس الملولين الناس اللي حابين يكملوا معاين نسمع بعض التفاصيل زي مثلاً الرسالة اللي كتبها جابريال وبتدل على إنه فعلاً هو ندمان بيحكي إنه أنا لما نفذت هاي الجرائم كنت حاس حالي رح أكون بطل وبما معناه بنقذ اللي هم الأم وبنتها لكن بعد هيك اكتشفت إنه أنا وحش وبيكملوا بيحكي إنه في ناس كثير تأذت من الأشياء اللي عملتها أنا وبتمنى إنه أفراد العائلة اللي هم عائلة جاكلين وأكيد عائلة الزوج إنهم يسامحوني بالنسبة لأولادها الآن فهم بعيشوا مع جدهم وجدتهم اللي من طرف الوالد أنتوني وأمورهم طيبة وبيرفضوا أي تواصل مع وسائل الإعلام في نقطة مهمة وغريبة مش مهمة هي غريبة واللي هي إنه هاي العائلة اللي هي آن مع زوجها أنتوني كان عندهم شغل غريب واللي هو إنه كانوا يربوا الأفاعي داخل منزلهم ويبيعوها أونلاين بصراحة أول مرة بسمع بهالنوع من البزنس لكن هم يبدوا تركوه لفترة وبدوا يشتغلوا أعمال أخرى الزوج بدأ يعمل في إعادة تجديد المنازل والزوج كانت تعتني بالأشخاص اللي بحاجة لعناية طبية داخل المنزل وكانت تدرس وكأنه تحصل على شهادة حتى تكون مؤهلة أكثر جاكلين العشيقة واللي كانت تعيش معهم في نفس البيت في مكان قذر جدا بالمناسبة الباسمنت اللي كانت تعيش فيها تخيلوا شو كان عملها هو رعاية الأطفال أنا مش مستوعب كيف ممكن سيدي بهاي النفسية راضية أو مش راضية عندها قدرة إنها تربي أطفال وتعتني فيهم شو المبادئ الأخلاقية اللي بدها توصل لهم إياها لأنه هي أصلا ما عندها الكثير من هاي المبادئ وكانت هاي نهاية قصتي الغريبة لليوم بتمنى تكون عجبتكم يريد لو عجبتكم تدعموني بلايك اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى وصلكم أي فيديو جديد وإلى لقاء في فيديو قادم